موسيقى 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 مساء الخير مشاهدينا وما كنتوا تتابعوا فينا على منصة التبادل استكمالة لحملة تقدري وحملة سادنا عنف والتي استضفنا فيها عديد من الشخصيات المسائية ورائدات مجتمعنا الليبي والتي تنقشنا معهم او اخذينا رأيهم وتجاربهم في مواضيع تلامس الحقيقة بشكل كبير هلبة لما نتكلم عن عنف ضد المرأة لما نتكلم عني أشكال العنف مسببات العنف لماذا لا ينتهي هذا العنف اليوم محطة أخرى وحديث آخر مع سيدة ليبيا من السيدات اللي دافعوا لحقوق الإنسان رحبوا معنا بالناشطة الحقوقية فريدة ظلتني استاذة فريدة مساء الخير أسعد الله مساءكم كل الشكر لمنصتكم منصة التبادل الليبي على الاستضافة وشكر خاص لمعدي حملة تقدري استاذة فريدة خلينا نبدو علي طول إحنا نقشنا مجموعة من السيدات الأراء تجمع كلها على نبد العنف وتتفق كل الأراء على أشكال العنف الممنهج خلينا نقوله لموجود تجاه النساء في ليبيا نبين أعرف منك أسباب العنف ضد النساء في ليبيا وعلاش بالرغم من أنه كونه جريمة العنف ضد المرأة مازال يعتبر شيء معتد عليه تمام طبعا سؤالك أسباب العنف في ليبيا الأسباب كثيرة الحقيقة يعني لا تقتصر على شيء معين فخليني نبدأ بيها نحاول قدر الإمكان اللي أني نختصر لك ولكن الأسباب مثلا نشوفها على مستوى الدولة من حيث التشريعات القانون الليبي بشكل عام يجرم الكثير طبعا من التصرفات منها الضرب اللي يؤدي للموت هذا يعني أن القانون يجرم العنف ولكن الحقيقة من وجهة نظري تحتاج إلى تطوير لأن في بعض الحالات تكون أسباب الانتهاء اللي يقع على المرأة جزء من القوانين هدية في بعض التغارات القانونية اللي تسمح للمنفذ أن يخذها بشكل يؤدي المرأة نعطيك مثال يعني مثلا عندنا إجراءات الموافقة لزواج الليبية من غير الليبي وأيضا بصراحة حتى العكس زواج الليبي من غير الليبي يتطلب وخاصة في النقطة هذه أنه يتطلب بوقت طويل بش يتحصلوا عليها الموافقة هذه يعني المشكلة في آلية التنفيذ هي اللي مشحفة في حق المواطن أو المواطنة وهذا طبعا من قبل الموظفين وأحيانا للأسف وهذه حالة أنا يعني نعرف حد قريب مني سيدة قريبة مني وواجهتها المشكلة هدية أنهم رفضوا حتى أنهم يعطوا الموافقة والسبب إيش؟ قناعة شخصية بيرفضهم فكرة زواج الأجنبي أو الأجنبية من الليبي هذا مثال حي أنا عشت يعني طبعا هذا يدل يعني على انخفاض مستويات الوعي بين مقدمي الخدمات والجهات الفاعلة في إنفاذ القانون أو في إنفاذ ألية القانون النفسي طيب طبعا لا ننسى لا ننسى دور وزارة التعليم في تغيير الصورة النمطية في دور المرأة في الحياة العامة الملهج شكلة كارتي يعني بمجرد فكرة سعاد تطبخ فاطمة تكنس أمال تنظف وضع صورة المرأة في دهن التلميذ فإن هذا القالب الوحيد اللي ليها بالمقابل إن أحمد يلعب وهو هذه كارتة كبيرة عندنا على المستوى الديني يعني الخطاب الديني أغلبها متطرف يدعو لانسحاب المرأة من العمل من مساهمتها في التنمية في الوقت اللي كان لزاما على إن الخطاب يتحدد ويتجدد من منطلق وطني حتى والدعوة إلى إن المرأة تكون شريك في الإصلاح والتنوير والارتقاء بالوطن والإنسان أما على المستوى الاجتماعي أنا بصراحة ندعو لدعوة للتفكير يعني يعني مستوى للشماع نحن بالنسبة لنا يعني هو عمود العنف يعني في اعتقادي إنه هو العمود الأساسي للعنف اللي قاعد يقع على المرأة يعني مثلا نشوفوا فكرة إن الأسر يقبلوا فكرة المرأة إن هي تشتغل لكن هذا إذا زوجها وافق فشرطا المرتبة متاحة يرجع لها وبالمثل إذا كانت الأسرة شرطهم إن المرتبة متاحة لهم هما مش لها هي وهذا عمف اقتصادي يعني هذا عمف اقتصادي ووضع طبعا يعني أنا نحاول قدر الإمكان أني أنا نوسع لك في الفكرة لأن هي ما تتوقفش على سبب واحد الأسباب عديدة وهذا هذا على المستوى الاجتماعي طبعا في أسر عندنا لا ما تعطيش لا تستوفي حق المرأة في الميراد والسبب يعني سبب ما ليش أي صحة حتى في ديننا مش موجود هي أن زوجها من الرجل لا يحمل نفس اسم العيلة يعني شن مصدر الأفكار هادية ما هي عدات وتقاليد كلها يتورطها من واحد إلى الثاني هذي هذي لسببها يعني مثلا رفض زواج الليبية من غير الليبي شن مصدر الأفكار هادية بالرغم أن ديننا لا يحرم هذي طبعا الأسباب اللي تعكس واقع معاناة المرأة مجتمعيا طيب أستاذة فريدة فيه سؤال سؤال مهم بس تفضلي تفضلي حاضر تكلمت حتى على العنف في ليبيا بالرغم من كونه أنه هو جريمة بات معتاد يعني فأني هنختصره لكن الصراع حاصل في ليبيا هو السبب الرئيسي وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة دائما ما يجعل المرأة الحلقة الأضعف ولكن حين يجتمع التحدي مع الوعل والاستقلال الداتي ماديا ستتكون أكثر من طريقة لصد بؤس الواقع نعم طيب أستاذة فريدة سؤال مهم للآوينة الأخيرة حدثت نوع من الاستهداف ما زالت نعاود مرة أخرى وأصر على هذه الجملة استهداف ممنهج ضد النساء الحقوقيات في ليبيا برايك السبب وراء استهداف الناشطات الحقوقيات طبعا عادة ما ينظروا إلى عمل المدافعات أو المدافعين بصفة عامة لحقوق الإنسان عامة يعني وحقوق المرأة خاصة بينها هي تتحدى في المفاهيم التقليدية المرتبطة بالمجتمع اللي إحنا عايشين فيه وبالأسرة بالدور الجنساني للمرأة اللي هي دورها وين هو مكانت هذا هو في المجتمع هذا هو اللي سهل في تقليب يعني عامة الشعب والسلطة برضو عليهم زي اللي صار معاي أنا مثلا في الـ 2014 للأسف يعني كان تهديد سافر برسائل اضطرني للخروج من ليبيا ممكن قعدت فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور في البداية برة كنت توقع يعني نرجع بعدين للأسف يعني اعتدوا على بيتي واخدوا كل ما أملك فيه واعتدوا على مكان عملي عملي خاص اعتدوا عليه واخدوا كل ما أملك فيه ولا حياتي من تولادي يعني وازلت برة يعني بالسبب هذا بالرغم من للأمانة يعني رجعت بس رجعت لفترة زيارة قصيرة وما كنتش يعني حتى في يعني في صورة في الصورة واضحة يعني رجعت لأسباب أسرية تلاقيتني والأسرة وطلعت يعني مش هكتر من هيك نتمنى لك ترجعي قريب جدا وتنوري بلادك وتختمي هذا المجتمع وتكملي في الدفاع على قضيتك أستاذة فريدة لماذا برغم كل هذه المفاهيم اللي يعرفها القاصي والداني لا زال يزداد العنف ضد المرأة من وجهة نظرك والله هي الأسباب نفسها اللي ذكرتها في السابق يعني ممكن تعالى الأول حضرتك اللي طرحته هو يندمج تحت أسباب والعنف في حداته وفي ازدياته يعني للي صايره وما سبق ما ذكرتها سابقا هو الأساس يعني طيب اللي يلزم فعله لحماية المدافعات والنساء ووقف العنف بشكل عام أو ما نبوش نقوله ووقف العنف إطلاقا ولكن بعد ما عرفنا مفاهيمة وأشكالها أعتقد الكل يعرفها الآن كيف ممكن نحمو النساء في ليبيا كيف يتم هذا سؤال جوغري يحتاج إلى إجابة واضحة كيف ممكن نحمو السيدات في ليبيا أوكي أنا أعتقد أن هي يعني أنا قدرت نرصدها لك في نقاط اللي هي على الحكومة الوفاة بتعهداتها تجاه المواطيق اللي وقعتها أو صادقت عليها ليبيا كأتفقية القضاء على جميع أشكال العنف في مثال يعني بس ليبيا يعني موقع على العديد من المواطيق تانيا اعتماد تشريع يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة النقطة الأهم مع مراجعتها بشكل دوري وتنفيذها تنفيذها فعالا لأنه ما اتبعش ألية تنفيذها القانون كأنما مليشي أي قيمة يعني أيضا سياغة سياسات تنفيذية أو خطط للقضاء على العنف ضد المرأة وتنفيذها ورصدها وتقييمها بشكل دوري والقائمة تطول طبعا بالنسبة للموضوع هذا طيب أستاذ الناشطة الحقوقية فريدة زليتني كنت يضيفها سعيدة ونتمنون لك العودة في القريب العاجل لبلادك وليعملك ترجعي كما كنتي وأفضل بإذن الله شكرا لك على التواصل معنا تلبيتك شكرا لك سلام عليك طيب بهذا مشاهدين وصلنا بكم لختام هذا اللقاء مع الناشطة الحقية فريدة زليتني والتي تكلمنا في قضايا مهمة وقضايا لا تتكرر بصراحة ولكن حجم القضية بحد ذاتها يستوجب النقف مع أكثر من موقف مع أكثر من سيدة ونأخذ وجهات نظر السيدات في هذا الموضوع الحملة بحد ذاتها وهي حملة تقدري وأيضا هاشتاج المضاف وتحديثا لهذه الحملة سادنا عنف شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة حتى الملتقى في أمان الله